اليوم اريد احكي لكم على عملة اتخيل ممكن تصعد هوايا بالمستقبل وانطقكم الاسباب ما اتوقع تنفجر بسرعة بس اللي اتكلم عليه ممكن يعني شوية شوية يخليها تكون من اهم العملات وهي حاليا من اهم العملات الرقمية بس المستقبل يمكن يخلي قيمتها تصير اضعاف اكواحد يقول انه ممكن تصير اكتر من البيتكوين ادري هذا شبيه بالخيال بس خلكم وياي يمكن تفكرون بالموضوع ايضا وشوفون يمكن يعني طبعا انا مسافر وبعد ايام ارجع للستوديا مالتي فهاي الايام راح تتحملوني اصور من غير اماكن اكثر شي صير كلام عليه اخر سنة سنت يعني هي العملات الرقمية اللي راح تصدرها البنوك المركزية مع الدول وهاية يعني هي عملة مستقرة تصدرها الدول مثلا دولار او الوان او اليورو او عملات الدول الاخرى فتكون البنك المركزي يصدرها اوكي يعني طبعا هذا مو خبر جديد بس احنا ما نفكرين هوايا وين تم بني هايا على بلوكشين وهذا ممكن هوايا كانوا ناس يعني بالبداية يتوقعون يكون تم بني على شبكة ايثيريوم مثلا لانهي اكثر استعمالا بالعالم بس الحديثة تحول اخر فترة الى غير بلوكشين طبعا هاي مو اخبار تهزي العالم مع الكريبتو لانه تجي بالقطارة مثل ما يقولون لازم تقرم بين الاسطر مو كل واحد يعني يربطها بالاسواق فعدا واحد اسمه جينس والس نائب مدير قسم السي بي دي سي بريبل قال احنا نتكلموا هوايا دول الآن عن موضوع العملات للبنوق المركزية السي بي دي سي طبعا بعد فوز ريبل قضيتها على اقل معظم قضيتها خلنقول لانه هناك بعض تفاصيل بالطريق وغرامات يعني مو مهمة بس وراها الاخبار بدأت تجي بانه ريبل بدأوا يتكلمونوا هوايا دول حتى يبنوا لهم عملاتهم السي بي دي سي على شبكة الـ XRP الـ blockchain مع الـ XRP الـ XRP حاليا ما عندهم مشكلة ورسميا بامريكا مو security فهذه يطيها قوة اكثر سمعة سمعة اقوى ايضا وهي عملة رقمية blockchain منتاز مو مو بلوك جين جديد صار له زمان XRP راح تستعمل اذا صار هذا الشي تستعمل كغاز بهاي الحالة يستعملوها حتى يستعملوا البلوك جين مع الـ XRP بي حرق يعني ممكن تصير زيادة بالحرق مستقبلا لما هاي الدول تستعمل الـ CBDC المبنية على شبكة البلوك جين مع الـ XRP من هاي الدول اللي ديتكلمون عنها يعني اللي رسميا عاشي عليه هي هونغ كونغ اللي هي مو دولة بس عدهم يعني عملتهم تختلف عن الوان الصيني ايضا نيوزلندا وكم دولة اخرى صور خمس دول ما اتذكر اساميها تقول انه في مراحب انتقدمها وهي ريبل على موضوع الـ CBDC العملة اللي يصدرها يصدرها البنك المركزي هذا اللي احنا نعرفه بس جيمس والاس من ريبل يقول احنا حاليا عندنا محادثات ويا 30 دولة 30 دولة اذا نقول لكم يا 90 دولة بالعالم هما يتكلمون ويا 30 دولة هالنسبة كبيرة وممكن تزيد مستقبلا اذا هذا الكلام صحيح زيان طبعا الـ CBDC شئنا او ابينا راح يجي مستقبلا واذا بدت مجموعة من هاي الدول تستعمل شبكة الـ XRP معناها الـ XRP راح يستعملوا هاي الدول المؤسسات بها اذا موليوم باتر مستقلا افراد مؤسسات كلهم راح يستعملون الـ CBDC وراح يضطرون استعملون XRP لما غير دول المؤسسات شوفون هذا هما ايضا يبنون على بلوكتشين مع الـ XRP شافوا تنجح هنا هما يمساون هذا شوية شوية ممكن يزيد يزيد خلينا نقول من استعمالات الـ XRP وتصير نادرة اكثر وممكن تصعد بالسعر بشكل كبير جدا مدير ريبل قال شغله واني ما ادري اذا هي معقولة ولا بس بخط المجال احنا شايفين هوا هي اشياء غير معقولة تصير حقيقة مدير ريبل قال مستقبلا وانعرف شوكة مستقبلا بس يقول يتوقع انه راح نشوف الـ XRP اللي حاليا جقد نصف دولار سعرها واقعا يقول تخيله جقد يتوقع سعرها يصل يقول عشر الاف دولار يقول تعبر حتى بيتكوين بالقيمة السوقية تتوقعون هذا يصير؟ يعني اذا 30 دولة بدأت تستعمل شبكة الـ XRP هاي 15 مليا من دول العالم هل ممكن هاي الارقام تصير حقيقة؟ نشوفوا احنا طبعا صحيح بالبداية بداية الكريبتو نسبيا بس شوية شوية راح نبدي نشوف منه العملات اللي راح تفوز بالنهاية وتصير هي العملات الرئيسية عملات الكريبتو الرئيسية والباقي يختفون وقيمتهم تصير لا شيء او قريبا لا شيء شوية شوية فش تقولون ممكن هذا يصير؟ طبعا عشرة الاف دولار ممكن تكون شغلة بعيدة بس لا تستغربون اذا الاخبار هاي تأكدت والدول هاي قرروا بمستقبل تستعمل شبكتهم لبناء عملات بنوكهم المركزية لا تستغربون انفجار بقيمة الـ XRP خليشوف طبعا دائما اقولكم شكرا لدعمكم ومتابعتكم اتمنى دعم ندوسون جرس الاشعار وسوونا اللايك واشتراك اذا اعجبكم المحتوى واشوفكم احنا او قناة التانية كريبتو بابو اشتركوا في القناة